اشتركوا في القناة فقوله تعالى فخلف أي جاء من بعد أولئك الأنبياء الذين شرفهم الله بالوحي وبالنبوة خلف أي جيل جديد استولت عليهم الشياطين وأبعدتهم عن طريق الهدى فأضاعوا الصلاة قيل لم يحافظوا عليها في أوقاتها وقيل تركوها بالكلية واتبعوا الشهوات أي ساروا على مقتضى أهوائهم ورغباتهم بما يسمونه حرية ويظنون أنهم بذلك قد ساروا على أحسن الأمور وأفضلها وحينئذ توعدهم الله فقال فسوف يلقون غيا يلقون بمعنى أنهم يواجهونه مواجهة والغي يسمون لواد في جهنم أو يسمون للعذاب أو أن المراد بالغي الظلال فسميت عقوبة الظلال به ثم قال تعالى عارضا التوبة على هؤلاء إلا من تاب فبينا أنه يوجد من أولئك الخلف الذين خلفوا الأنبياء من يتوب إلى الله جل وعلا وآمن أي سلم لأمر الله وأذعن وعمل صالحا فعبد الله وحده وعبده بما جاء به أنبياؤه فأولئك أي هؤلاء الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجنة أي يجعلهم الله من أهل الجنان لا يظلمون شيئا أي لا ينقص الله من وجورهم أي نسبة أو أي عمل ثم وصف تلك الجنة بعدد من الأوصاف فأولها أنها جنات أي أنها قد التف بعضها ببعض فأصبح فيها من الأشجار ما يغطي ما كان في أثنائها ثم هي عدن أي أنهم يستقرون فيها استقرارا كاملا ويبقون فيها أبد الآباد وثم وصفها بأنها هي التي وعد الرحمن عباده بالغيب ويأتى بإسم الرحمن لبيان أن دخول الناس في الجنان إنما هو برحمة الرحمن وليس بعملهم المجرد وإن كانت أعمالهم من أسباب رحمة الله بهم ثم قال عباده يعني أن من قام بعبودية الله فذلك الذي يدخله الله الجنان والتي وعد الرحمن عباده بالغيب إما أنهم عبدوه حال غيبتهم عن الناس وإما أن يكون فعلهم بالغيب بحيث أنهم أيقنوا وجزموا بوعد الله بالجنان مع أنها غيب عليهم فإنهم لم يكونوا يشاهدونها في الدنيا إنه كان وعده ماتيا أي أن وعد الرحمن وما وعد به أولياءه لا بد أن يأتي ولا يمكن أن يتخلف فالله لا يخلف الميعاد ثم ذكر من صفات الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغوى أي اللغو هو الحديث الباطل فلا يوجد في تلك الجنان إلا أحاديث حق أحاديث هدى أحاديث رحمة إلا سلامة أي أقوالا يسلم بها بعضهم على بعضهم الآخر ويسلم بعضهم من بعضهم الآخر بها فلا يوجد في تلك الدار غيبة ولا نميمة ولا قذف ولا سباب ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا أي أن الله جل وعلا يسر لهم أمورا الرزق في المآكل والمشارب بكرة في أول النهار وعشيا في آخره كأنهم إذا طلبوا شيئا من الماكولات تيسر لهم ثم قال تعالى تلك الجنة أي هذه الجنة وأشار إليها بضمير البعد لأنهم لا زالوا في الدنيا التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال نورث لأنهم إنما عملوا شيئا يسيرا في الدنيا ومع ذلك أورثهم الله جل وعلا الثواب الجزيل فكأنهم بمثابة الوارث يأتيه المال الكثير من غير تعب منه ولا مشقة فهكذا عمل الناس في الدنيا سهل يسير في عبودية الله فيورثهم الله خيري الدنيا والآخرة وأشار إلى صفتين من صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنان أولاها أنهم من أهل عبادة الرحمن وثانيها أنهم من أهل التقوى فأنظر إلى صفة التقوى وكيف أثرت على أصحابها بالنجاة من النار والفوز بالجنان ثم ذكر الله جل وعلا قولا على لسان الملائكة حيث قالوا وما نتنزل إلا بأمر ربك أي أن الملائكة لا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزلون من السماء إليه إلا بأمر من الله جل وعلا فالملائكة يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ولذا أقروا بأنهم مربوبون مأمورون لله جل وعلا وأقروا بأن الله له ما بين أيديهم وما خلفهم قيل ما بين أيديهم من الأرض وما خلفهم من السماء وقيل المراد بذلك إطلاق ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك يعني من الجو الذي بين السماء والأرض وما كان ربك نسيا فالله لا يفوت عليه شيء من المخلوقات فهو يعلمها وهي في قدره وهي تسير على وفق أمره القدري وقد شملها حكمه الشرعي فلم يترك شيئا من الحوائج أو الأفعال إلا وورد فيه حكم من الله جل وعلا ثم وصف الله نفسه بصفات تذكرنا بأنواع التوحيد فقال رب السماوات والأرض وما بينهما فالله خالق السماوات والأرضين وهو الذي يرب السماوات والأرضين بمعنى أنه يرعاهما ويتولى شؤونهما وينفذ أمره فيهما وما بينهما يعني ما بين السماء والأرض ثم ذكر فهذا توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله ثم ذكر توحيد الأولوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد ولذا قال فاعبده واصطبر لعبادته أي قم بعبودية الله خاضعا له ذليلا له راجيا ثوابه مؤملا في فضله واستبر أي ليكن من شانك أن تتصف بصفة الصبر على أعلى درجاته لتقوم بعبودية الله جل وعلا فإن العبد توجد عنده صوارف تصرفه عن عبادة الله فهذا عدوه الشيطان الرجيم وهذه نفسه الأمارة بالسوء وهؤلاء دعاة الضلال وحينئذ على العبد أن يستمر في عبودية الله وأن يصبر في سلوك هذا الطريق فإن من سار على طريق عبادة الله لابد أن يدركه شيء من المنغصات وبعض أنواع الأذى ثم قال هل تعلم له سميا أي هل هناك من هو مماثل له في صفاته وفي الواجب له من عبودية الله عز وجل وهل له من يماثله في أسمائه وصفاته فهذا فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات ثم ذكر الله جل وعلا وقد قيل بأن أسباب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه جبريل إما لوجود بعض الحيوان في بيته أو نحو ذلك فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأتينا في كل وقت نزلت هذه الآيات وما نتنزل إلا بأمر ربك ثم ذكر جل وعلا خطابا خاطب به بعض الكفار النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أبي بن كعب فقد قال أبي بن خلف هل من المعقول بعد أن أموت وأصبح ترابا ورمادا أن أعود للحياة مرة أخرى فنزلت الآيات ويقول الإنسان وما ذاك إلا أن هذه المقالة ستستمر في بني آدم وسيوجد من يقولها إلى قيام الساعة ويقول الإنسان أئذا ما ميت أي لو قدر أن الموت أتاني فحينئذ هل يعقل بعد أن أصبح ترابا رميما أن أخرج حيا فيبعثني الله بعد مماتي هل هذا معقول فرد الله جل وعلا عليه بحجة عقلية بلفظ مختصر فقال ولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من نطفة ولم يكن شيئا فذكره بأن أول مبدأه هو نطفة يسيرة ومع ذلك خلق الله جل وعلا هذا الإنسان ابتداء من تلك النطفة فمن أوجد الإنسان ابتداء أليس بقادر على أن يحيي الإنسان بعد موته وأن يعيده مرة أخرى ثم إذا عاد إلى أن يكون رمادا وترابا أفلا يعقل أن يخلق الله من ذلك الرمادي البشر مرة أخرى كما خلقهم أول مرة من نطفة تمنى يسيرة مهينة مقتذرة وهذه حجة عقلية عظيمة قال ولم يكن شيئا أي أنه في أول أم أن الإنسان في أول أمره لم يكن شيئا بل كان أمرا معدوما ثم قال تعالى فوربك أقسم الله جل وعلا بنفسه مع إضافة هذا القسم إلى نبيه لنحشرنهم أي أن الله سيبعثهم بعد مماتهم وسيجمعهم ليوم المحشر وسناتي بكل إنسان معه الشياء الشيطان الذي أضله وأبعده ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أي سنأتي بالناس أجمعين ونجعلهم حول نار جهنم تلكم النار العظيمة جثيا أي قد جثوا ونزلوا على ركبهم من هول ذلك الموقف في هذا اليوم في ذلك اليوم يجمع الله الخلائق حول نار جهنم ليشاهدوا ما فيها من الأمور المفضعة ومن النار المحرقة ومن أنواع العذاب ليكون هذا تبكيتا للكافرين فهذا مصيركم وهذه داركم التي تبقون فيها أبد الأبد ويكون فيها فرح وسرور للمؤمنين حيث نجاهم الله من تلك النار ثم قال تعالى بعد أن ذكر أن الناس يكونون حول جهنم قال ثم لننزي عنا من كل شيعة أيهما شد على الرحمن عتيا أي سيأخذ أخذا قويا من كل طائفة اجتمعوا وأيد بعضهم بعض أيهم أشد أي أعظم على الرحمن عتيا أي معصية ونفرة من عبادته جل وعلا وفي هذا والناس ينظرون يؤتى بكل مجموعة فيأخذ منهم أشدهم على الرحمن وهم ينظرون لا يستطيعون نصرته ولا درء العذاب عنه ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أي بعض هؤلاء الذين اجتمعوا على نار جهنم هم سيقذفون فيها لأن الله أعلم بحالهم حيث كان من حالهم الكفر هم أولى بها صليا أي هم أقرب الناس الذين يصلون نار جهنم بحيث تحرقهم ثم قال تعالى وإن منكم أي لا يوجد أحد منكم إلا واردها أي سيردوا نار جهنم فقال طائفة يدخلون فيها يسيرا ثم يخرجهم الله وقال آخرون بل المراد به الجسر يضرب بين أجزاء جهنم فيمر الناس من المؤمنين فوق ذلك الجسر على حسب أعمالهم كان على ربك حتما مقضيا أي دخول النار والورود عليها من الأمور التي أوجبها الله عز وجل حتما أي أمرا واجبا منتهيا مقضيا ينتهى إيجابه ثم ننجي الذين اتقوا أي نمكن المتقين من خروج من نار جهنم ونذر الظالمين أي نترك الكافرين المشركين فيها جثيا أي يسقطون في نار جهنم على ركبهم ثم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي أنه إذا قرئ ما في القرآن من الآيات التي فيها نجاة من ينجو وسلامة من يسلم والعاقبة الحميدة لأهل الإيمان بحيث تكون تلك الآيات مجتملة على الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وقامت الأدلة والبراهين في ذلك حينئذ يقول الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسنوا نديا أي أن الكافرين يغترون في الدنيا بما آتاهم الله عز وجل من نعيم الدنيا ويظنون أن من حصل نعيم الدنيا فإن الآخرة تكون له ولذلك إذا قرئت عليهم آيات القرآن المجتملة على الأدلة الواضحة والبراهين البينة لم يكن من شأن الكافرين إلا أن يفتخروا على المؤمنين بما آتاهم الله فيقولون أي الفريقين أي من هو الأفضل نحن أو أنتم أي الفريقين خير مقاما أي محلا يقيمون فيه وأحسنوا نديا أي منظرا ومظهرا فاغتروا بما هم فيه من المقام الجميل ومن المناظر الحسنة فذكرهم الله جل وعلا بهلاك الأمم السابقة التي لم تستجب لدعوات الأنبياء فقال وكم لتكثير ذلك وكم أهلكنا أي أرسلنا العقوبة التي تهلكهم وتستأصلهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن أي من جماعة مقترنين يعيشون في زمان واحد وقد كانوا أحسن أثأثا ورئيا فمتاعهم وملابسهم ومساكنهم ومرآهم على أحسن ما يكون من ذلك ومع ذلك ما شكروا الله على هذه النعمة وصرفوا شيئا من عبادته لغيره فقال الله تعالى قل من كان في الظلالة فليمدد لو الرحمن مدى أي من كان مستمرا في ظلالة الشرك بحيث لا يقر لله بالتوحيد فحينئذ سيعطيه الله جل وعلا أمدا في حياته ليكون ذلك فرصة لعله يتدارك نفسه وليكون ذلك أعظم في قيام الحجة عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون أي إذا شاهدوا ما وعدهم الله من أنواع العذاب في الآخرة حينئذ إما العذاب فيدخلون فيه وإما قيام الساعة أو ما يوعدون من العذاب ومن الساعة فحينئذ سيعلمون ويتيقنون أي الفريقين شر مكانا أي أعظم سوءا وأضعف جندا أي أقل ناصرا ولا شك أن من كان مع الله فإن الله جل وعلا يأويه ويرفع مكانته وينصره على أعداءه ومن فضل الله على الإنسان أنه متى اهتدى وكان راغبا فيه أن الله جل وعلا يتفضل عليه بأن يزيد من هدايته ولذا قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات أي ما يبقى لتستفيد منه في الآخرة من الأجر والثواب ومن الذكر وبقية الأعمال الصالحة فهذا خير عند ربك خير عند ربك ثوابا أي أجر وخير مردا أي ستكون العاقبة له وسيرد إلى المواطن الحسنة والمحال للجميلة فهذه آيات عظيمة فيها فوائد وحكم وأحكام كثيرة فمن تلك الفوائد أن طول العهد بعد الأنبياء ينسي الناس آثار النبوة ويصرفهم عن طريقة الأنبياء حتى في أعز المطالب في توحيد الله جل وعلا وفي هذه الآيات التحذير من إضاعة الصلوات بتركها أو بتأخيرها عن وقتها وفي هذه الآيات التحذير من اتباع الشهوات والمراد بالشهوات رغبات النفوس فإن اتباع الإنسان للشهوة يورده المهالك وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على التائبين حيث يمسح الله ذنوبهم ويدخلهم الجنان وفي هذه الآيات أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان صالحا بأن يكون لله وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآيات رحمة الله بالعباد حيث لا يعرض لهم عن ذنب عظيم أو مصيبة كبيرة إلا وثنى بذكر التوبة بعدها كأنه يدعوهم إلى التوبة الصادقة وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على المؤمنين بإدخالهم الجنان وفي هذه الآيات أن أهل الجنة لا يظلمون شيئا فلا يأخذ من حسناتهم بلا مقتض شرعي وفي هذه الآيات أن عبودية الله وحده من أسباب دخول الجنان وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على المؤمنين من أتباع الأنبياء ومن من تاب إلى الله جل وعلا بالوعد الحسن بالجنان التي في عدن وفي هذه الآيات أن أهل الجنة ينزهون عن سماع اللغو فيسمعون قولا غير أقوال اللغو واللغو الحديث الذي لا ثمرة له ولا فائدة فيه وفي هذه الآيات مشروعية تحية السلام وكما تكون بين أهل الجنان تكون بين أهل الدنيا وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على أهل الجنة في مطاعمهم بحيث يورد لهم ما يحتاجون إليه وترغبه في نفوسهم في أول النهار وفي آخره وفي هذه الآيات أن عمل ابن آدم في الدنيا الذي أدخله الله به الجنة لا يوازي الثواب العظيم الذي ناله بأن يتم إدخاله في الجنان وفي هذه الآيات فضيلة التقوى وعظم أجري أصحابها وفي هذه الآيات أن الملائكة ينزلون من السماء من عند الله جل وعلا مما يدل على إثبات صفة العلو له سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أنه لا يحدث شيء في الكون إلا بأمر رب العزة والجلال وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن يستشعر ما كان منه من خطأ ويحاول أن يتجنب مواطنه وفي هذه الآيات إثبات توحيد الربوبية بإفراد الله بأفعاله وتوحيد الأولوهية بإثبات الله بأفعالنا وتوحيد الأسماء والصفات ولذا قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وفي هذه الآيات أن الله قد تكفل بالأرض والسماوات ومن فيها فهو ربها وفي هذه الآيات الترغيب في القيام بعبودية الله سبحانه والترغيب بالصبر في باب العبادة وفي هذه الآيات إثبات الأسماء الحسنة لله جل وعلا وفي هذه الآيات أيضا أن العبد يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وفي هذه الآيات إثبات البعث والنشور بعد الموت وأن العبادة يجازون على أعمالهم وفي هذه الآيات أن استبعاد بعض الناس لأمر من الأمور لا يعني عدم صحته حقيقة وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأنه مخلوق لله جل وعلا فهو الذي خلقه وهو الذي يسر أمره وهو الذي أزال عنه أنواع الشرور والأذى وفي هذه الآيات القسم من الله جل وعلا بما يؤكد القسم من الله جل وعلا بذاته بما يؤكد عظم المذكور معه وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يحشر الظالمين والشياطين الذين أزاغوهم وأبعدهم عن الحق وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يجمع الخلائق حول جهنم ليشاهدوا شيئا من عذابي أهلها ليكون أهنأ لنفوسهم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يبتدئ بكبار القوم ممن كان له آثر في ظلال قومهم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يوم القيامة يجمع كل طائفة اجتماعا واحدا ثم ينزع أيهم أشد على الرحمن عتيا وفي هذه الآيات أن الله علم بأحوال العباد يعلم من يصلح منهم للجنة ومن يصلح منهم للنيران وفي هذه الآيات أن جميع الخلق يردون نار جهنم ولكن منهم من يردها على الصراط يمشي كالبرق وكالرعد وكأجاويد الخيل ومنهم من ليس كذلك وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا بشر بنجاة المتقين وسلامتهم من العقوبات وفي هذه الآيات في قوله ونذر الظالمين المراد بهم أهل الشرك وفي هذه الآيات أن العبد لا يعجب بما أوتيه من نعيم وخير عميم في الدنيا ولو فخر بذلك أهل الشرك وفي هذه الآيات أن المشركين يغترون بظواهر الأمور ولا ينظرون إلى بواطنها ولذا لم يكن من شانهم إلا أن ردوا شيئا مما يظن أنه ينقص من مكانتهم وفي هذه الآيات أن آيات القرآن بينة واضحة من نظر فيها عرفها وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يبكتون أن المشركين في الدنيا لا يستدلون بسعة نعم الله عليهم على تصحيح طريقتهم ولم ينظروا في البينات ولا في الدلائل ولا في البراهين وقوله أحسن نديا أحسن مجتمعا يجتمع معهم وفي هذه الآيات التذكير بعقوبة الله جل وعلا التي نزلت بالأمم السابقة حينما كذبوا أنبياء الله ولذا قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورعيا فكانوا أحسن في متاع الدنيا ومع ذلك هلكوا فإذا هلكوا وهم بتلك المثابة فقد تهلكون أنتم وينزل الله عليكم العقوبة ثم قال قل من كان في الضلالة أي من كان شأنه أن يبقى في الضلالة وعدم العلم فحينئذ سيمد الله له بعض متاع الدنيا فيطيل عمره وقد يعطيه من أموال الدنيا حتى يستمر غافلا عن الآخرة غير مستعد لها وحينئذ إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إذا رأوا العقوبة النازلة بهم فحينئذ لينتظر أحد أمرين إما العذاب وإما الساعة وفي ذلك اليوم سيعلمون من هو شر مكان وأضعف جندا أي ليس عنده جيش يناصره ويقويه ثم قال تعالى ويزيد أن يرفع درجة الإيمان والتقوى والهدى ويزيد الله الذين اهتدوا وهدى فمن اهتدى فإن الله جل وعلا سيزيده من الهدى ثم قال تعالى والباقيات الصالحات أي الأعمال الصالحة التي يبقى أثرها ويبقى أجرها وثوابها خير عند ربك فيفضل من ذلك كله خير عند ربك ثوابا وخير مردا فهذه آيات عظيمة فيها حكم كثيرة وأحكام متعددة فمن تلك الأحكام أن الله جل وعلا سيبعث الموت لا محالة وأن الاستدلالات التي يتوهم أنها عقلية لا ينبغي أن تصد الإنسان عن الإيمان بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات أن الناس يوم الحشر يحشرون في موطن واحد وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يبكت أن المجرمين يوم القيامة بأن بأن يريهم عقوبتهم قبل أن يدخلوا فيها ويسلم الله جل وعلا المؤمنين وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يتذكر وأن يعيد النظر في أحواله وفي أموره وفي عاقبة أمره وفي هذه الآيات أن اجتماع المجتمعين لا يغنيهم من قدر الله وأمره شيئا وفي هذه الآيات أن الرحمن مع رحمته بالعباد إلا أنهم يعصونه ويوجهون العبادة لمن سواه وفي هذه الآيات أن دخول النار ليس على دفعة واحدة من أهلها وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يقذف بالكافرين المشركين في نار جهنم إذ هم أولى بها صلية أي تصلاهم نار جهنم وفي هذه الآيات إثبات الجسر وإثبات الشفاعة وبيانوا أن الناس يمرون على الجسر يتفاوت مقدار سرعة مشيهم في مشيهم على ما لدى الإنسان من الإيمان والتقوى وفي هذه الآيات التحذير من الظلم وأعظمه ظلم الظلم الظلم في عبودية الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن مجادلة المشركين بالباطل ستستمر ولو كان الحق مع أتباع الأنبياء واضحا جليا وفي هذه الآيات فضل الله على المؤمنين بأن ينجيهم من أعدائهم وفي هذه الآيات أن المشركين يغترون بنعيم الدنيا ويظنون أن من حصل على نعيم الدنيا فإنه سيحصل على أجل الآخرة وثوابها وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد أهلك أمما كثيرة بالتالي ينبغي بالإنسان أن يتفكر في أحوالهم ويخشى أن يصيبه مثل ما أصابهم وفي هذه الآيات أن من كان ضالا فعليه أن يتوب إلى الله فينظر في أعماله ويصحح مساره وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يهدي السمعة الطيبة لبعض عباده فلا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يجعل الكافرين والمشركين يستمرون في غيهم ويظنون أنهم على شيء ولا يكون الأمر كذلك وفي هذه الآيات أن مدى مثل هذه الأشياء لا يغني عن الإنسان شيئا وفي هذه الآيات أن من أسباب الهداية أن يهتدي الإنسان بشيء فإذا اهتديت في موضوع واحد يسر الله لك هداية في موضوعات كثيرة وفي هذه الآيات أن الملائكة ينزلون من العلو من عند الله مما يدل على إثبات صفة العلو لله جل وعلا وفي هذه الآيات عموم ملك الله عز وجل فلا يحدث شيء في الكون إلا بأمره وتدبيره وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يحفظ نفسه من أن تتسلط عليه الشياطين وفي هذه الآيات ثناء الله على الباقيات الصالحات فإما أن يراد به جميع الأعمال الصالحة وإما أن يراد به ذكر الله جل وعلا وفي هذه الآيات إثبات المعاد وإثبات أن أهل الجنان يكونون في مأمن من أن يلحق بهم شيء من العذاب ولذا قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أي عاقبة حميدة بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا وأن يتولى جميع شأننا وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين شكرا للمشاهدة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر